سيد عبد العزيز بن علي الشريف نختم هذا اللقاء بموضوع أشغال ندوة إعمار مالي ويشارك فيها وزير الشؤون الخارجية سيدة رمضان العمام راوي يلتقي فيها مع نظيره الفرنسي لهون فابيوس ربما حيكون هناك حيخيم عليها موضوع تعرض الوزراء الجزائريين إلى إنصح القول إيهانة على مستوى المطارات الفرنسية في عدة متتبعين لهذا الشأن يقولوا بأن موقف وزارة الخارجية ما كانش مثل ما هو مطلوب لأنه في الأخير ما حصلناش على اعتذاره ولكن حصلنا على تأسف من ضرف سلوطات الفرنسية يعني أخبتموني على حين غرّ جيت لتكلم عن الإرهاب وأنا أجد نفسي يتكلم عن موضوع كنا نتمنى أن يطوى منذ يعني نحن اليوم نطويبه هنا من قناة الشرق والله ليس كل ما تقول الصحافة عقيقيا أكثر من من رغم أننا نحاول قدر جهدنا التواصل التواصل مع وسائل الإعلام ويعطى معلومات ذات مصدقية ومعلومات يمكن من خلالها للمتتبعين وللرأي العام الوقوف على مدى حرص الدولة الجزائرية على كرامة الجزائرين سواء كان وزارة أو غير وزارة الاحتجاج الذي قدم للطرف الفرنسي كان احتجاج قوي وذكرنا كما جاء في بين وزارة الشؤون الخارجية بأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها وانتم تابعتم الأمر كان ناطق رسمي باسم الكيدورسي وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أعلى الرد على سؤال بأن هذا العمل موسف وأن السلطات الفرنسية ستعمل كافة جهدية لأن لا نعود إلى مثل هذه الحوادث أنا يمكن اليوم نعطيكم البريمار كان فيه إضافة إلى ما جاء على لسان الناطق الرسمي كانت فيه رسالة من وزارة وزارة الداخلية الفرنسي إلى سيد جرين عرب له عن أسفه الشديد لهذه الحادثة وأكثر من ذلك الدولة الفرنسية ستراجع ستراجع كل الإجراءات المتعلقة باستقبال الشخصيات في المطار بعد حصول هذه الحادثة والتزمت بأن تخبرنا بما يستقر عليها الرأي وبالإجراءات الجديدة التي تتخذ حتى لا نعود إلى مثل هذه الحوادث المؤسفة التي نعتبرها مؤسفة جدا شكرا نعم شكرا جزيلا السيد عبدالعزيز بن علي الشريف الناطق الرسمي